موسيقى الخارجية النمساوية تستدعي القائم بالأعمال الروسي للاحتجاج على طرد مراسلة ORF النمسا تفرج عن عميل سابق متهم بالتجسس لصالح روسيا ذينا تحتل المرتبة الأولى عالميا في جودة المعيشة النمساوية الجزائر تحتفلان بمرور ستين عام على العلاقات الدبلوماسية وذينا تخصص الفشقات بلدية مستعجلة لحالات استثنائية وأخيرا اعتقال ملياردير نمساوي بعمر الواحد وتسعين عاما في كندا بثماني تهم جنسية مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم إلى تفاصيل النشرة استدعت النمسا القائم بأعمال السفارة الروسية في فيينا للاحتجاج على قرار موسكو بسحب اعتماد كارولا شنيدر مراسلة قناة ORF الذي أمرت بمغادرة روسيا ويعتبر هذا القرار ردا على ترد فيينا لصحفية روسية ونددت وزارة الخارجية النمساوية بالإجراء واعتبرته غير مبرر وغير مقبول ووصف بيان الوزارة الخطوة بأنها هجوم تعسفي ضد الصحافة الحرة حيث لجأت موسكو إلى إجراء انتقامي مما اضطر أرينا دافيدان رئيسة مكتب وكالة تاس الروسية في فيينا إلى مغادرة النمسا بعد سحب اعتمادها وبررت فيينا الترد بسبب مخاطر تهدد أمن البلاد أفرج القضاء النمساوي الأربعاء عن أغسطو أوت العميل السابق في الاستخبارات الذي اعتقل نهاية مارس بتهمة التجسس لصالح روسيا وقررت محكمة الاستئناف الإفراج عنه لعدم وجود خطر وقوع مخالفات جديدة ويشتبه في أن أط قدم معلومات لروسيا مقابل المال حيث استبعد أط من منصبه عام 2017 وأوقف لفترة وجيزة عام 2021 وعتقل مجددا بعدما عثرت السلطات البريطانية على رسائل بين يان مارسيليك المدير السابق لشركة واير كارد وجاسوس في المملكة المتحدة تظهر أن أط أرسل بيانات من هواتف ثلاثة مسؤولين كبار في وزارة الداخلية احتلت فين المرتبة الأولى عالميا في يجودة المعيشة للمرة الثالثة على التوالي وفقا لتصنيف جلوبال لايف أبيليتي لمجلة إيكونوميست البريطانية وتم تقييم 173 مدينة أخرى في القائمة حيث حصلت فينة على العلامة الكاملة في الاستقرار والنظام الصحي والتعليم والبنية التحتية وجاءت كوبينهاجن في المرتبة الثانية تليها زيوريخ وملبرون وجنيف في المرتبة الخامسة بينما شملت قائمة أفضل عشر مدن كل من كالا جاراي سيدنيك فانك فور وأوساكا وأوكلاند وأعرب رئيس بلدية فينة مايكل لودفيك عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يعكس جهود سكان فينة والقرارات السياسية الصحيحة أكدت النمسا والجزائر على تعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير المشروعة وتوسيع التعاون الاقتصادي خاصة في الهيدروجين الأخضر جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى فينة حيث التقى بنظيره النمساوي شالين بيرج وناقش الوزيران بؤر التوتر العالمية من الصراع في الشرق الأوسط إلى الحرب في أوكرانيا والوضع في الساحل وليبيا وتحتفل النمسا والجزائر هذا العام بالذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية بينهما وتناولت المحادثات أيضا الوضع الإنساني في غزة وتأثير الحرب في أوكرانيا وعدم الاستقرار في الساحل أعلنت حكومة فينة عن تخصيص المدينة من الأول من يوليو بردامجا خاصا لمنح ألف شقة بلدية للأشخاص الذين تنتهي عقود إيجارهم قريبا في محاولة لمكافحة ارتفاع تكاليف الإسكان وستتوفر الشقق بين الأول من يوليو والثلاثين من نوفمبر وتستهدف من تنتهي عقود إيجارهم المؤقتة خلال الأشهر القادمة ويشترط على المتقدمين أن يكونوا بعمر الثامنة عشر عاما وقد أقاموا في فينة لمدة عامين ويحملون الجنسية النمساوية أو حالة قانونية معادلة ولا يلزم الحصول على بغضاقة سكن فينة مما يخفف بالمتطلبات الاحتياج السكني المبرر وسيتاح للمتقدمين الناجحين الوصول إلى البحث في شقق البلدية عبر الإنترنت لمدة ثلاثة أشهر اعتقلت السلطات الكندية الملياردير النمساوي الكندي في مجال قطاع غيار السيارات فرانس شتراونغ بثماني تهم جديدة وذكرت وكالة الأسو شيتت بريس أن فرانك شتراونغ يواجه ثماني تهم جديدة بينها ستة تهم بالاعتداء الجنسي وتم اعتقال شتراونغ البالغ من العمر 91 عاما يوم الأربعاء بسبب التهم المرتبطة باعتداءات جنسية وأوضح الضابط تايلر بيل موريانا أن المحققين تمكنوا من التعرف على ضحايا جدد مما أدى إلى توجيه تهم إضافية على ثلاث مدعيات في حوادث وقعت في تيرونتو ورورو أروار تعود إلى سنوات 1980 و1986 والعام الماضي كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفوغرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح مكين أمسيا سعيدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر